أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماذا التحليل البيئي؟ الوحدة الثانية القلاف المائي هايدرو سفير ونواصل الشرح محتويات هذه الوحدة ملوثات الماء Water pollutants يتلوث الماء بسبب أنشطة مختلفة غنبيها الإنسان والصنف هذه المساوة تفق لمصدر التلوث كالآتي المخلفات المستهلكة للأكسجين أو ما مسمى بالأكسجين demanding waste عبارة عن مركبات عضوية قابلة تحل الحيوي وتوجد في المخلفات الصناعية ومجاري المياه تسبب في انخفاض مستهلك الأكسجين في المياه بما يؤثر على نمو الحيوانات والنباتات إذن تؤثر على البيئة المائية وتسبب خلل وتسبب خلل خلل في التوازن خلل في التوازن بالنسبة للحياة المائية المركبات العضوية المخلقة Synthetic Organic Compounds وهذه تضم كثير من المركبات الكيميائية المخلقة والداخلة في كثير من الصناعات مثل صناعة المبيدات والمنظفات هما هنا نجد نوعين من الصناعات صناعة المبيدات والمنظفات التي تدخل في هذه نوعية من المركبات تعتبر ثامة للأحياء المائية وتسبب ضرر للإنسان والحيوان سميتها إنها بسبب ضرر للأحياء البيئة المائية وكذلك للإنسان وبذلك للإنسان والحيوان معا المغزيات النباتية Plante Nutrients Plante Nutrients Plante Nutrients وهي عناصر مثل النيتروجين الفسور والتي تستخدم كأسمده في التربة النيتروجين هذا الرمز بتاعه الفسور وهذا الرمز الفسور تستخدم كأسمده في التربة ناتج محطات معالجة مياه المجالي وزيد من الطمي وهذا أيضا يحرم بعض الأحشاب من النمو وأتراكم أيضا يسبب بعض الإشكاليات بالنسبة للحياة المائية